السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحاكم مستر محمد طلحة النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن قاعدة مهمة جدا بتتلغبته فيها في الاختيارات او في الامتحان القاعدة دي هي to adjective to infinitive and adjective enough to infinitive يعني to صفة to مصدر وصفة enough to مصدر طبعا الناس بتتلغبط هنا في القاعدة ديك لما بتيجي الترجم ليه to صفة to مصدر معناها جدا لدرجة L يعني معناها ان الفعل ان ورد to صفة to ده منفي ما بيحصلش مهمة جدا لان لو انت ترجمته علي ان مثبت كده لازم حتتلغبط طيب صفة enough to مصدر معناها ان المصدر ده مثبت مش منفي تاني المصدر ده مثبت مش منفي معناها هو صفة بدرجة كافية لدرجة انه يقدر يفعل هذا الفعل يبقى تاني الترجمه مهمة جدا to صفة to مصدر معناها ان الفعل اللي ورد to ده منفي ما بيحصلش اما صفة enough to مصدر معناها ان الفعل ده مثبت بيحصل تعالى نشوف المثال ده ونشوف الناس بتطلغبط ازاي he is to go to work he is to go to work ومديني two week ومديني week enough طبعا هنا من خلال الترجمه بيوضح حاجات كتير جدا طيب تعالى ناخد كل اختياري ونشوف المعنى ونشوف ايه الصح لو انا قلت he is two week to go to work يبقى ازا معناها هو ضعيف جدا لدرجة انه ان ده يبقى معناها لا يستطيع طبعا ما خدت صفته يبقى معناها ان الفعل ده مانفي يبقى لو انا قلت he is two week to go to work معناها ان هو ضعيف جدا لدرجة انه هو ما بيقدرش يروح العمل ولو انا شفت الجملة هنا هلاقي المعنى ده صحيح طب لو شفت week enough لو انا خدت week enough هقول he is weak enough to go to work هنا مش هيمشي المعنى خالص هل ينفع اقول هو ضعيف درجة كفاية لدرجة ان هو يقدر يروح العمل قلتلك ان enough الفعل اللي بيجي وراته بيكون مثبت مش مانفي وهنا لو خدت week enough هتلاقي المعنى خطأ تماما فبالتالي هختار two week هختار two week ليه عشان يبقى المعنى بتاعي هو ضعيف جدا اكتر من اللازم لدرجة انه هو ما بيقدرش يروح العمل يبقى لاحظ ان جودي منفية ما بيحصلش يبقى هو ما بيقدرش يروح العمل تعالى نشوف المثال التانى وضحه يوضح لي طبعا الناس هنا بتجري على طول على too clever يعني زكي جدا وليه لانه بيترجمة على ان he is too clever ده هو زكي جدا فيقدر يحل السؤال هقول لك خطأ ليه لان تو صفته معناها ان الفعل ده مانفي يبقى لو انا خدت too clever هيبقى معناها هو زكي جدا اكتر من اللازم لدرجة نوع ما بيقدرش يحل السؤال ينفع المعنى ده لا طبعا منين بتقول زكي ومنين بتقول مش هيقدر يحل السؤال يبقى المعنى هنا خاطئ يبقى خلي بالك الترجمة مهمة جدا الناس بتخطأ لانها بتترجمة نوع زكي جدا لدرجة ان يحل خطأ تو صفته يبقى معناها ان الفعل ده مانفي يبقى معناها ان هو زكي جدا لدرجة انه ما بيحلش كده خطأ طبعا المال هاخد ايه هاخد clever enough clever enough clever enough طب هيبقى المعنى ايه هيبقى المعنى ان هو زكي بدرجة كفاية لدرجة انه يقدر يحل السؤال قلنا صفة enough يبقى الفعل ده مزبط مش مانفي يبقى ايزا الجملة تاني he is clever enough to answer the question يعني هو زكي بدرجة كافية لدرجة انه يقدر يحل السؤال وده الفرق بين two صفة two وصفة enough two ركز معايا two صفة two معناها ان الفعل اللي جاي بعد two مانفي ما بيحصلش لازم اترجم كده وصفة enough two معناها ان الفعل ده مزبط لو انا ترجمتها كده هلاقي الفرق واضح وبسيط جدا بين ذي اتنين شكرا جزيلا casos شكرا جزيلا جزيلا توضح السلام cetera شكرا للمشاهدة